اتلاقا من العلاقات الاخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة استقبل العاهل الاردني حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في قصر الحسينية الفريق الركن مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزيرة الداخلية خلال زيارته اليوم إلى المملكة الاردنية الهاشمية وخذل اللقاء رحب العاهد الأردني بمعالي وزير الداخلية وحمل جلالته معاليه تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مؤكدا جلالته على متانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات وقد نقل معالي وزير الداخلية لجلالة الملك تحيات جلالة الملك المفدة وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله ورعاهم وتمنيتهم لجلالته وللشعب الأردني الشقيق دوام التقدم والازدهار وأشهد معالي وزير خلال اللقاء بقيادة العاهل الأردني معربا عن اعتزازه بما تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين بشأن التعاون الأمني وتبادل الخبرات وهو ما يجسد عمق ومتانة العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية